في اعتداء اخر مأساوي الحقيقة في سيدة اردنية وطفلها والعاملة المنزلية اللي تشتغل في البيت عندهم قتلت واصيبت بنتها كل ده اثر تعرضهم لهجوم مسلح من جرهم لساكن قصادهم في امريكا ليه بقى مدبحة كده للأسرة علشان الجار الامريكي الهمام اعتقد انه العائلة اشتكتوا للشرطة وانه بيسبب ازعاج فتصور ان هم بلغوا عنه الشرطة لازعاج فامريح مخلص علي في البيت ده الخبر اللي منشور حتى على وكالة الاناضول مقتل اردنية وطفلها باطلاق نار في لاس فيجاس الجاني متعاطي مخدرات قتل قتل برصاص ولا قتل قتل برصاص الشرطة الامريكية وفق بيان المتحدث باسم الخارجية الاردنية ضيف الله الفايز لو نكبر الخط سنة ونقرأ شوية ممكن يبقى مفيد اكتر بس نخبر سيكا كده يا مسعد لو سمحت ممكن نشوف تفاصيل اكتر ايوة قتلت اردنية وطفلها في لاس فيجاس في ولاية نيفادا الامريكية جنوب غرب جراء اطلاق النار عليهمة من متعاطي مخدرات وذكر المتحدث باسم الخارجية الاردنية في بيان ان السفارة الاردنية في واشنطن بتتابع الحادث اللي ادى لمقتل سيدة اردنية وابنها واضاف ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الجاني والمتعاطي للمخدرات والقاتن في احدى الشقق المجاورة قام بجريمته على اثر تكرار شكوى سكان العمارة ضده بسبب الازعاج المتكرر يعني سكان العمارة كله مش تكوه مش معنى ساب كل سكان العمارة وراح على الست الاردنية واردف اعتقد الجاني خطأ بان الشكوى مقدمة من العائلة الاردنية وقام بالتوجه الى شقتها واطلاق النار على السيدة الاردنية وابنتها الخادمة ولفت الى ان اطلاق النار ادى لوفاة السيدة والخادمة واصابت بنتها بطلقات نارية واستدرك قام الجاني باختطاف طفلها خطف الطفل كمان وقد حضرت الشرطة على الفور وحدث تبادل اطلاق نار معه ما اصفر عن مقتله والطفل حتى كمان الطفل مات اسناء الاشتباك فيما تم نقل ابنة المغدورة الى المستشفى لتلقي العلاج حادث مأساوي ممكن من جانب حتى ان انت تنظر للموضوع يمكن حتى صورة هنوري لحضراتك صورة الاسرة العربية دي اللي تعرضت للحادث الوحشي السيدة وبنتها والخادمة قتلوا في لحظة غضب في لحظة غفلة في لحظة جنون من واحد مدمن تخيل انه العمارة او سكان العمارة بيشتكوه هو عامل ازعاج فيبلغوا الشرطة فساب كل سكان العمارة وراح قتل العرب اللي فيها ليه ما حدش طلع وقال ان ده حادث ارهابي ولا هو يبقى حادث ارهابي لما يكون القتل عربي او مسلم فقط طلعت بس خارجية الاردنية وقالت بيان معتاد انها بتتابع الحادث زي ما طلعت على لسان المتحدث باسمها ضيفالة الفايز وقال ان تتابع الوزارة من خلال السفارة الاردنية في واشنطن حدست اطلاق النار اللي تعرضت لها عائلة اردنية في لاس فيجاس في نيفادا وقدت لمقتل سيدة اردنية وابنها وخادمتها واصابت بنتها خالص التعازي وصدق المواساة لزاوي العائلة وتمنياتنا بالشفاء العجل للمصابة ودمتم شكرا خلاص كده تخيل بقى انه المشهد ده كده بحزافيرو حصل مثلا لمواطن امريكي في الاردن وان الرجل الاردني طلع واعتقد خطأا برضو ان المواطن الامريكي هو اللي اشتكال الشرطة وقتله هل امريكا كانت هتسكت يكفي بس ان انت تحط المشهدين في المقاربة علشان تعرف قد ايه المواطن في كل حتة بالمناسبة غالي عنده حكومته ما عدا العرب للأسف